موسيقى مرحبا بكم سعيد مشاهدين الكناب في كل مكان مرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة برنامج هذا المساء تعمل وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على الرضع من مستوى المعيشة لدى المواطنين ذلك عن طريق برامج دعم مالية تقدم للتجمعات النسوية وللنساء معيدات الأسر بغية مساعدتهن على تحمل تكاليف الحياة وتدخل هذه البرامج في إطار برنامج رئيسي للجمهورية تعهداتي فكيف تم تسييد هذه البرامج وما هي الآليات المتبعة بذلك يسعدنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام مع السيد الدكتور محمد عبد الرحيم حمادي المدير الجهوي للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بنواكشوت الغربية مساء الخير دكتور بالإضافة إلى السيدة مريم محمد عبد الرحمن مساء الخير وطبعا في رئيسة مصلحة الترقية النسوية والأسر والنوع بنواكشوت الشمالية مرحبا بك سيدة مريم مرحبا بك إذن قبل أن نبدأ مشاهدنا النقاش مع ضيوفنا ندعوكم لمتابعة التقرير التالي ونعود في إدار تطبيق سياسة الحكومة الرامية إلى دمج المرأة في الحياة النشطة وتبوئها لمكانتها اللايقة يعقف قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على جملة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا من أجل الولوج إلى الحياة النشطة ومن أهم هذه البرامج والتدخلات الاجتماعية على مستوى الجمعيات النسوية التي انطلقت مؤخراً على مستوى مختلف مناطق الوطن على شكل قروض ميسرة استفادت منها التجمعات النسوية والنساء معلات الأسر والنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة في الولايات المستهدفة وتستفيد من مبالغ بدون فوائد ويعفائه أربعة أشهر وتزديد على مدى 24 شهر ستمكن هذه التمويلات المستفيدات من شق طريق الاستقلالية في الموارد الاقتصادية ونبذي الاتكالية والكسل مرحبا بكم مجدد المشاهدين شكراً لحياة السيد على هذا التقرير نبدأ معك دكتور محمد عبد الرحيم بداية ما هي طبيعة هذه البرامج الموجهة للتجمعات النسوية ما هي طبيعة هذه البرامج إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بداية نشكر المرسلين على اقتحاد هذه الفرصة أهلا وسهلا بكم نجلي تسريط الطوء على مكون من أهم مكونات برنامج وخامة رئيس الجمهورية وذلك يتعلق بمكونات النساء أو دعم النساء بإطارة تجمعات وإطارة معلات أسرة وإطارة نساء معواقات هذا البرنامج أطلقته معالي وزارة العمل الاجتماعي في طوال الأسرة مؤخرة من مدينة مريبو وإن شاء الله سيستفيد منه 400 تجمع نسوي بقلاف مالي قدره 200 مليون أوقية قديمة وكما تعلمون الفئات الهشة التي تندرج من ضمنهم النساء هم أولوية من أولوية برنامج مجتمعي الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية عندما تعطي مبلغ بمعدل 800 مليون أوقية قديمة لكل تجمع نسوي وكل امرأة ومعادة توصل أو معاقة من أجل أن تشتاقل أو تقوم بعملية مشارع مدرع للدخل على مدى أربعة شهر معجية منها إطلاقا من دون ربوحات وتستيد مبسط جدا يصل 24 شهر فقد أقنيتها عن أن تلجأ إلى عدة تسباب قد تؤدي إلى عدم الرؤية فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية كما تعلمون هذا البرنامج ليس الأول من نوعه كما تعلمون قطاعنا قطاع العملية للجمهورية يستهدف جملة من الفئات وأساس النساء والأشخاص والعاقة سواء كانت أشخاص والعاقة تعادل العاقة أي قصي أطفال أو تعليمهم كما أنه أيضا يستهدف الأطفال وخاصة تعليم ما قبل المدرس والآن نعمل على إدخال هذه المدرسة لما أربط هذا بالنساء لأن في حالة استقلال ونجاح ما تقوم به وزارة العمل الاجتماعي للطفال والأسرة بتعليمات إنسانية فيما يتعلق بتمدرس 100.000 طبعا قبل التعليم الدراسي في ريال الأطفال ويضع مدفوعا أكثرهم على أساس أنهم فيها تشف قد سعت نسوة لما أن النساء هم أمهات الأسر ويعين لها سعتها على أن تستقل لوقتها من أجل أن تعمل نشاط يتضافر ويتكامل جانب التعليم ما قبل المدرسي مع الاستغلال المالي والاقتصادي بالمرأة لذلك تمت استفادة علاسة الميذال في ولاية المرأة القربية 30 من النساء في طار تجمعات وفي طار تعاونيات وفي طار معايلات توصر وكذلك معاقات تمت اختيار طريقة عشوائية جدا انطلاق مقاعدة البيانات الموجودة عند الإدارة وقد استفدنا استفادة مباشرة وتلاحظ عندما تقوم بالزيارة الميدانية قبل الاستفادة تلاحظ الوضع أو المكان التي كانت فيها وتحس أيضا على أن ذلك المبلغ سيكفيها من كثير من العوائق التي كانت تعاني منها طبعا سنعود إليك في هذه الجزئية على قاعدة البيانات وأيضا توزيع هذه التجمعات على عموم التراب الوطني نعود إليك سيدة نرحب بك سيدة مريم طبعا مريم محمد عبد الرحمن ورئيسة مصلحة ترقية النسوية والأسرة والنوع بنواكشوط الشمالية مرحبا بك سيدة مريم سيدة مريم بنسبة لنواكشوط الشمالية كيف استفادت تجمعات النسوية في هذا الدعم من هذا البرنامج وما هي طبيعة هذا البرنامج حيث الاستفادة من هذه المبالغ السلام عليكم الصلاة والسلام على رسول الله أنا بدوري أشكر تلفزة الموريتانية ليتاحت الفرصة ليطلاع الرأي العام على هذه النتائج اللي وصلت لها وصلنا لها في وزارة الشؤونة في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اللي هو تنفيذ بعض من برنامج تعاهداتي طبعا بإشراف السيدة الوزيرة اللي إشرافت على الانطلاقة قبل أسبوعين في نواذيبو كما قال السيدة المدير نفس الشي بالنسبة لنا في الشمالية أشرافت السيدة الوالي يوم تسعة من هذا الشهر على تقسيم على تقسيم المساعدات المساعدات الاعتبارية اللي جسدت في 30 امرأة 30 امرأة كلها جبرة 500 تلفقية كل تجمع جبرة 500 تلفقية كيف قال السيدة المدير هذا طبعا على أنه لا هي يغنيهم عن التسوء ويعود يدر عليهم بداخل جديد وأنشطة يوحلوهما فيها ويجبروا منها بالأخص على أنه ميسر مثلا على أنه عندهم أربعة شهر ما يدفعوا وبعد ذلك لا يخلصوا هما من هذوك ذاك ذاك المشاريع المجرى للدخل طبعا السيدة المرأة يقولي لي نختار نعرف شنه طبيعة المشاريع اللي يعدلوا عليها من درأي كان هم نعودولاه يتقدموا بالطلب للقرض من درأي كان هم لابد لهم أن يجيبوا 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 تبرير والله وضعي عندهم هما كلهم عندها عندهم السامي تعاونيات وفهم تعاونيات الزراعي وفهم تعاونيات الخياطة وفهم تعاونيات البيع باط هذا اللي يتبادلوا عليهم العليات باتيك سقط باتيك سقط يتبادلوا عليهم العليات يملاوهم كل واحدة منهم تعد مكلفة بواحد شهر تعد ذاك الليلة هي حصل فيه كامل تجمعه وربحاته هو تعاون ولا شكة بعلنه مفيد مولي للنساء ولا شكة بعلنه يعطيهم دفع لعلنهم يعودوا يقدوا عدلهم من نفسهم أنشيطة تدرع لهم أشياء تغنيهم عن التسول وتغنيهم عن الاحتياج للغير والله أنهم يرسلوا تردهم وتساعدهم طبعا وتساعدهم ذاك هو اللي هو اللي محرم عندنا احنا أطفال يا الله يقرروا بقرر أينينين دعموا لمعيلات الأسر النسوة معنا احنا دعمنا دعمنا المعوقات ودعمنا المطلقات وحتى اللي عندهم المشاكل المشاكل الأسرية فما مات إياها أصحاب الخصام فما عند عند النزاعات الأسرية هذو هما بعد قاعد اللي يسبقنا لأنهم دائما نذوها شاشة هما من نفسهم وتعود الواحدة تمشي تمشي شور نزاعها والله تمشي وعدها قاضي والله تمشي وعدها شي وهي في نفس الوقت ما عندها شي مخلطة وتركتها ولا شي قاري يعود لين يعود عندها عمل وعندها رواية واحلة فيها ذاك لا يعود يوسع خلاقها هي وتعود اليامشيات ورجعت عندها بعد قاعد هي من نفسها الشي ومثلا على أن هذا مهم بالنسبة لعليها دائما العليها القاعدة يعود هدفهم ياسر منهم معيلات الأسر يعود هدفه وعنده استقلالية مادية يعود المرأة طبعا هي المرأة نحنا كامل وزارة المرأة ذا اللي تشتقل عليها من نشأتها إلى الآن تشتقل عليها لا أعلنها بعد قاعد تساعد هو المرأة تساعد وساعد ذا اللي قال للمجتمع المرأة هي اللي بنا بعد قاعد الأولى في المجتمع هي الم هي الخط هي الزوجة هي المربية هي المقومة البيت هي تربي الأجيال لله يمرق منهم الدكتور يمرق منهم الضابط يمرق منهم المهندس ويأخذ منهم إن شاء الله يا ربي ذاك هو اللي راجي من عنده معناها أعلنها يا الله على جميع الأصعيد ما في محرمين تعنيفة جسديا ولفظيا إذا كامل تشتقل عليه الوزارة تشتقل على منع العنف جميع أنواع العنف محرم محرم اللفظي منها ومحرم الجسدي وملي ذات حين لو نحن من أنفسنا فماتيها مصالح خاصة لأبدا نعم نرجعو لك دكتور محمد عبد الرحيم ومدركا عندكم قاعدة بيانات فيها إحصاء شامل النسوة والله التجمعات النسوية اللي مستهدفة من خلال هذه البرامج اللي متباركين معا إذن شكرا هو شف بالنسبة للقطاع في عدة إدارات في كل إدارة تكمل دورها دورها الأخر بماذا عندكم نقال إدارة الدراسات والبرمجة هذه معنية حكما من إقاعدة الحصائيات المتعلقة اللي تبعث لها دائما سواء كانت إدارة الأشخاص المواقين اللي عندها إدارة عند قاعدة بيانات تنعت لك أعداد الأشخاص في العاقة المسجلين عندها بحسب نوعية العاقة إذا كانوا حركيين أو مكفوفين أو عن طريقة متعدل العاقة إلى أغرى ذلك هناك إدارة الأسرة هذه مع إدارة أساسا من ضمن أمور أخرى لأن إقاعدة البيانات المسجلة عندها من التعاونيات هناك إيضا الإدارات الجهوية الداخلة كل ولاية تعانيها أيضا بتسهيل كل ما كان في حوزتها جغرافية من تعاونية أو من نساهم إلى التوصر أو من أغرى معناها أن الدولة دور تكاملي وتنسق وتطبعا دائما ينسق عن طريق الديوان وعن طريق أيضا مع الوزرية العام الاجتماعي وطول الأسرة التي تشرف دائما مباشرة وتباشر العمل سواء عن طريق التغارير لجوهم وبالتسيق التام خاصة لإدارة الجوية معه السلطات الإدارية لأننا نحن كيف تعرفوا هذه العملية رعاة لمسلة مهمة هي لا مركزية خاصة لإدارة كانوا أصحاب حكما التنسيق التام لإشتراف عليها بطريقة مباشرة أطلقتها مع الوزر الموذيب وباقي من الشيط أطلقتهم أطلقتها سلطات الإدارة للولايات هو من يمثلهم في داخل الولايات كاملة اشتخلق على أن كل ولاية في الداخل عند 22 تجمع نسائي استفادوا منها كيف يصبح استفادوا حسب فرز طريقة عشوائية وحسب طريقة مباشرة مع السلطات لذلك باش تعود كأنها عملية شفافة نعطيك المثال في نواكشوط الغربية عند نقعة بيانات بسجلة عند لدارة 105 من هذا تجمع سواء كانت تعاونيات زراعية زراعية بليتو وتجارية والخياطة وحتى كذلك الصباقة من ضمن هذه الأمور رعينا أيضا رامل معيلات الوسر شارفت لهم اللغت قبيلة على أساس عندنا خليل نزاعات الوسرية داخل أولا الوزارة برنامج وثانيا مملية عندها تمديل داخل كل إدارة دور على أنها معيلات الوسر عندهم دائما كثير يتمعود عندهم بعض المشاكل خاصة المطلقات من لا غير ذلك قبلنا لك معين اعتبار من حيث معيار نقال للهشاش ومعيار الفقر وخبار شرط الكبير عندنا دور الحماية شنية الحماية حماية الأطفال حماية النسوة تعضلت أيضا الأستاذ من حيث العنف في لاقي ذلك هناك أيضا حماية الطفل أيضا وخاصة الطفل الموجودين في الشوارع عندنا سياسة راسمتانهم وافقهم عنكم الخاص وكما تعلمون أنتم قاعد أيضا الحمد لله شرعون أنا ضن على ذلك على موريتان السباقة في المصادقة الحمد لله جميع ذلك نقال له العنف ضد المرأة لغيرك الخطوات يعني الوضعية العامة وضعية العامة في البلد خاصة ذلك نقال له الموجهة النساء أيوة شهد النساء في الأمانة الأمانة نلاحظ لنخلق شهد حضور لأفة النظر خاصة من المناظرة من المناثرة ومؤخرا تم إنشاء مرصد خاص بالمرأة هذا النجاز وكمل النجازات السابقة التي تعمل عليهم النزارة تحس على أنك عادة فم استغلالية وفم تمثيل سواء كانوا في القطاعات الحكومية كوزيرات أو في القطاعات حتى بعض الانتخابية من ناحية البرلمان ومثل فيه أمينات عامات ومدرسات ومهندسات ومدرسات هذه المناثرة تخشف في طريضان وفم شهد الحماية الاجتماعية وهذا رواية يا الله تقبوها بعين الاعتبار وفلاحه وعلنها ذا القطاع ذا الحاكم ذا المجال واللي يساعد في المجال خاصة من أصحاب الأمراض المزمينة ومن الأشخاص سوية العاب نعطيك مثال بسيط سابق في 2019 كنا نساعد ومية وخمستاش طفل المتعدين العاقة يجبهو عشرين ألف طرناه نشوذي نكسع القطاع سابق يعود يعني نقال القطاع لعمل اجتماعي وطوله ونزال يعني نقال لها قطاع عشرون اجتماعي يطول اليوم هذا فات قبله انتقراب دمجو في مية وعشرين خرص كم في المية زاد بها هذا وخاصة لأنك هاي المرأة اللي لا يتعود كانت معيلة لذي الطفل المتعد لعاقة يعني بدأتوا برقم بسيط والحمد لله يزايد لماذا لينهى رؤية الحكومة في المجال رؤية واضحة لماذا هو نقال له العمل الاجتماعي يخش فيه لأنه خدمه ويمس مباشرة لمواطن نعطيك مثال بسيط أصحاب التصفية مني كانوا أصبحوا كانوا مبالا ما يجب رؤية عادت عندهم عناية خاصة لأنهم عندهم لدوية تنقضى عنهم هالشر ومن فسن خاصة قاعدوا لي منهم في الداخل في الداخل عادوا نفس عامهم كامل عام لذانيا النقطة المهمة جدا شنين يقال معدات الحركية والمعدات الفنية اللي تقوم بهذا القطاع لحيث لأشخاص أنا عارف زمن قريب يكساعة كانت ميزانية الوزارة بسيطة عام إدارة الأشخاص المعاقين كانت مصلحة في مزارة الصحة ما تتعدى الهوقية اليوم ميزانية هكام ميزانية كنا ننعو لنستوردو لا قدر الله عندك إنسان مقعد لا يتطلب مقعد لو بدانا نطلبوها حكومية اليوم عادت الدولة الموريتانية ومثلتنا بوزارة العام الاجتماعي يصري إدارة الأشخاص المعاقين تمثل هذا كامل الجهة تشريهية على إحسان ميزانية هذا عندها مخازن مخازن موجودين وأي شخص من ذوي الاحتياج الخاص وإذوي العاقة يجب ذلك فمن نقطة أخرى مهمة جدا ربما تعلم ما كنتم قاضين هنا لأن ذا اللي تقوم به القطاع محصوص منقرية يقال لا يراه بالعين مجرد كيفاش انتبه أن اليوم تقوم يماشي وما عندك نام القطاع لا يوفرك شئين قلب فريزان شر هاش يقضى عنك كثير من الأمور التي تواعد فيها هاي الأمراض المزمنة اللي لا قدر الله من تشراعات أصحابها عادة جروموا ساعدات ما ليس شهرية بدلا ما كانت اللي يكساعة سنوية تقدروا 15 عشان يلاك عادة جروموا شهرية أصحاب الكلاعد وهم ليس شهرية كلمة يعني طبعا هذا كامل هذا يكمل هذا يكمل ذا اللي اللي يجو فيه هو شنه هو فهم رواي أخرى أن الموالي متكامل للقطاع اللي نجي منه للإدارة كيف اللي جيته كامل العادة القضية ما تعنيها طرحت أي مشكلة لا يتتصل لي مباشرة تبيضا له يعني فهم تنسيق تام ومباشر وخاصة كنت لك أنه يسير بطريقة موالي مباشرة ويوميا من الطرف معالي وزارة العمل الاجتماع وطهولة والسيدة من العام ونحن كامل وبالتنسيق أيضا مع السلطات الإدارية اللي نحن تابعين نعم دون نرجع لك الدكتور ونرجع لك مريم سيدة مريم كيف تتعاملون مع العنف الأسري ضحايا النساء المعنفات الأطفال المعنفات مثلا جاتكم حالة والله حالات شليه الطريقة اللي تتعاملوا بها ضمن البرنامج اللي عندكم ما شاء الله هنعرفوا هذا الذي نقاله العنف الأسري محرم دوليا وموريتان من الدول الأولى اللي وقعت على التحريم قلت كيف قلت لك بايل يسوعهم في جسجي نتعاملوا معاه بخطوات وكل خطوات لا يبدؤوا قدوا عدوا يبدؤوا بنا نحن نحن نوجهوهم نوجهوهم خطوة خطوة بعد خطوة يقير مثلا لعدوا أهلهم مثلا جايبين هم هيا وعدوا جايبين هم من منظمات غير حكومية عدوا أصلا يتعاملوا معنا يجيبونا رقاش عنده مشكلة نحن نتابعون نحن المشكلة يجعود رقاش عندنا نحن نحيلهم اللي نحن المدة ثانية أكثر تخصص والله والله عادوا أنه لا بد مني يقيسها مثلا كيف مثلا أي إنسان عنده مشكلة من ذا النوع قاع له يبدأ بالشرطة أصلا بهاللي حد مبطوط والله حد ما يقول له شي خاسر والله حد معدل له ذاك النوع والله بأسرة مثلا عندنا فراد أسرة تقد تشكي منه مباشرة أننا نحن خارقين واحدين يقدوا قاعمشوا إلى الشرطة ونحن بعد ذاك قاع ما نبقوه لاوزين عندنا بين اللي بالنسبة لنا نحن دائما نحلوا نحن مشاكل ياسرة في مشاكل أسرية على مستوانا نحن ما قدين ما مشينها قاع ما مشينها شراء القاضي مثلا بين اللي دائما نخاو نحن بيناتهم ونوافقوا عندنا نحن آلياتنا نحن اللي خاصة بنا لهذا النوع هنا نعود ذاك ما هو ما هو قادي صح نعرف نوجههم اللي لبلايداتهم اللي يا الله يوجهوا لها ويعقبوا مثلا عنده مشكلة زوج عنده مشكلة مع زوجته مانع منها ما بيصرف عليها والله يبطها والله كارت تركتها عنها لعدلهم التواقط عدلهم كتوب الخلاق لياك يرجو المدرسة كامل كله عنده كله عنده كله عنده ضريبته الخاصة به وفرض عليهم اللي وفرض عليهم وخضوا مع ذاك المسار لذاك هوها بخاها كراها نعم بالنسبة نحن عندنا نحن آلياتنا الخاصة بنا اللي طبعا أعلنها تسهر عليهم الوزارة ممثلة في سيدة الوزيرة وممثلة في العماء كاملين بالتنسيق كيف قال لك سيد الموجي نعم أعلن ماته فيه قضيته اللي نقال له التعني في العنف الأسري نعتنا مقبول أي شكل من أشكاله وليعتنا مقبول أمم اللي ظلم أي حد منهم للثاني ما مقبول لظلمها هي لهو لكن ما هو صالح ولا مقبول أمم اللي ظلم الراجل المرأة اللي المرأة قلنا أنها ظلمها حد ظلمها ظلم المجتمع بياللي هي الام كيف قلنا قبل اللي هي الرائعة الأولى وهي واللي كامل لا يعقب يرشع عليه بالنسبة لولاية نواكشوط الشمالية وبالنسبة للتجمعات النسوية من اللي استفادت من الدعم منذ ركن كان حققت نجاح في المشاريع اللي يعدلوا منذ ركنكم رصدتوا أنتم نجاحات للنسوة اللي تباركوا مع هذو المشاريع ذقع بالنسبة لهذا ركو جديد بالنسبة للفايت وهذا متواصل وهو سلسلة متواصلة طبعا على أساسها كلي فات وش نزال مولي واحدين أخرين لا يستفادوا منه طبعا مستفادين لأنهم حتى اليوم هذا جاينا الشي من نار واقش فات خلص أنا اليوم ماتيا جايتنا واحدة فات خلصت أصلا قطنعطات لها قرض خلصت القرض كامل وفات خلصت وجاي الدور قرض شديد وبضنا مولي ملفها وبضنا ذاك تاقطها اللي جابتنا من عندهم هما وقريناها مع ملفها وقلنا لهم إن شاء الله و هي من الناس اللي لا يتعود في الأولويات بها اللي أصلا طبعا حد حساب ومسغولي دول الله ينجح ينجح وهي طبعا ماذلا كان القرض اللي لا يتجبر كانوا أكثر من القرض اللي ماضي ولا نفسه حسب طبعا ضركاتي بي اللي أنا قرض شفتها كان عندها ميتين ألف وهذا ضركاتي إياها خمسمائة ألف طبعا معناها لأنه أكثر منه ما نعرف الصيكان هم هما أصلا جماعة والله كانها هي فرد فهمت كانها تعاونية واحدة والله كانها في التكتل أنهم ضركات إياها يدعموا التكتلات كل ما كان التكتل أكبر كل ما كان الدعم يسر نرجع لك دكتور وإلى أي حد يساعدوا هذه القروض كيفما لنكم طبعا نتمنكم ساعدتوا تجمعات نسوية مواطنين موريتانيين تجلتهم من وضعية ممادية معينة إلى وضعية أحسن من ترك أن هذا يعطيكم في المستقبل رؤية أكثر شمولية لنكم مثلا نطور من هذه القروض ونعود تدخل أيضا للوزارة وزارة العمل الاجتماعي وطفل الإسراء أكثر في حياة المواطنين وخاصة المواطنين المحتاجين شكرا لك ردونا على سؤال الزمينة كي وضحت لك إياه نزيدك أنا شوي تضيح فكان فم قصص نجاح فم بعد لماذا لأنه هو فم انتفاقي بين الوزارة وبين صناتيق الممويلة أي صناتيق القرط والإدخار مختلفة نحن من القرط يعدل المستفيد مهما كان رون سابق لأخذ الاستفادات كان مزباق الزمينة معاشم الجمعيات وفي يوم أيضا نضمهم نسوأ وثاني نجحوا سابق لأخذ كانوا فم نساء بدلوا 200 ووصلوا الزمينة واليوم 500 قال لهون 500 يتميزه هذا التجمع مهما كان على النواش قال أنه انخرصوا نحن مدى انسجام وانطباع وكيف قلت لأخذ ما زال جديد بالنسبة لهذه الدفع نظر للدفعات السابقة ونظر على الأصحاب القروض من فلسف ونحن فم خاليا نعدلها دائما داخل كل الإدارة وداخل حتى الإدارة المسؤولة اللي كانت تستقبل لإدارة البرمج والدرسات مع صنات والدخل فم متابعة فم أليت متابعة قال أن أربعة الشرلو المعفين بعد ذلك اللي يتم يمتصر مباشرة بالجهة اللي أعطاعتهم التمويل ويقول لها يسدوه يسدوه أنا كتف كهيدي وفي قرقل وأتذكر جيدا أننا مولنا إكسا فم أنا كانت 22 سنة 2021 وما أمشي تانا فم حكما خلص النص كيف يقول لك معنا العمل حكومي البرامج والدرساتيجية هذا شي مستمر ويتطور حسب معيار الفشر والنجاح معنا نلاحظ أن هذا يصحح وهكذا لكن أحد الآن هاي ضرك الفضاء الكامل اللي أعطاتها هاي المبارغ الخيالية طبعا ما نطروح لها عدة معايير باش تحقق الهدف المشهول الهدف المشهول والاستقلالية ذاتية للنساء سواء كانت ريفيات لأنه سنة 2021 كانوا في الريف وظالك موجهين لهم والنقطة الأخرى المهمة الشي هي أنهم أنك يستقلنا مفوصلنا في إطار نشاط مضر للدخل يكانهم يربحوا هاي شو نجاحها يا واحدة النقطة الأخرى وردنا على سؤالكم واش واش تفوه لأن تعود فيها برؤيواتها والبرامج هادفة الضرورة لا توصل ما قد نقول لك أنه خلقت تحقيقها مية في المية ولو بدنا نقول لك أنه خلقت دائما تخلق العرق كثير من الأخطار كانوا خالقين وبالتالي الأخطار من ضمنهم الحمد لله لأن هذه المشاريع التناطة في إطار تجمعاته عادو التناطة ملي بإشراه مباشر وبتنسيق مع السلطات الإدارية لأننا من المشروط القربية كان في تقسيم عادل بين المقاطعة الثلاثة تفرق زين هي ثلاثين قارض أجدوه تفرق زين عشر النساء في تفرق زين أجدوه عشر بتجمعات المختلفة سلما كانوا معاغار وتجمعاته في تجمعات الزراعية كذلك السبخة عشر وكذلك وهذا ينشره مباشر أيضا من السيد الوالي والساد الحكام لأنه أي الوالي لا يتعدل ينشركون فيها الساد الحكام وبالتالي عندهم ينشره مباشرة تمند المتخدم وحالين خاصة العمد ويعطوهم من حيث قاعدة البيانات هذه واحدة النوضة التي نختلعها نشرها سفوية أستاذ تفضل أننا شفت كيف يتركه مقبير القطاع كل إدارة فيه عندها تاشا عندها شيء تختصها مهمة من كلها يقيدك كامل يجمع ويندار في طال الوزارة نعطيكم هذا البسيط وتواصل هذا العمل لأنه لقصة إدارة المصالف البشرية ولقصة إدارة المالية ولقصة أي إدارة مهما كانت هيك المعلومة التي لا يتيسر متوفر التي عند متاحة لجميع يعني نفهمه عن فم تنسيق محكم بين جميع المصالف وفيها قضية أخرى ما هي والتي يتميز بها لأنها نظرا للسرعة وإلحاح ونوعية الخدمة التي تقدمت صارها المسؤول فيها مهما كان يعود حانين يعود قريبا من واطن درجة ما تتصورها لماذا؟ لأنه لا قدر أن نعطيك مثال واحد يقول لك أكشخ لو يعاق أنت الصبح أستاذ مشروع وانا مشروع يعاق الصلوح وانا لا أخر وهاكذا لأنك لا قدر فبالتالي وخاصة هذه الإدارات فيها كمانا نفس الشي في مشروعين وبرنامج بقصد مشروع وبرنامج فهم ببرنامج عندهم ولي خلايا يموينهم في المجال ويتابعهم ويعطوهم حصيل وفقاعد في إلانات تعرف يوميا اللي خلق من نزاعات الأسرية اللي يخلق في قورقور اللي يخلق في تير الزمون وهاكذا فهم ولي أيضا برنامج يعني بالخفاض يتعلق أيضا بالنوع معنى أن هؤلاء البرامج والمشروع والإدارة يكملوا بعضهم بعض وإذا كان يصب فاش يصب مصلحة على النساء يكونوا ما يتعرضوا للعنف بشكال مختلفة وحتى الأطفال أيضا ما يتعرضوا لإشكال لاستغلال مهما كان سواء كان مادية وليفظية أو حتى كما شارة للوخ يقبعون فيه فهم الصغر أخرى ما يقر يخلق لدول المواطن طبعا المواطن الحمد لله بدأت فهم اللي أيضا نعم منتظرين تمام المواطنين المواطنين طالما نفهمون هذا الدولة تنقالنا كاملين تنقال القطاع الحكوم تنقال أكتم مواطن لأنه اللي فيها المواطنين المستده اللي استده أيضا المواطنين يبتغي المواطن الحاس كذلك جنحنا يوفقه فمالتزام هو لي ويوثع ويوقع كذلك النس ولا يشوف كلهم جاي يعرف أنه هذا الفضل ما أعطي إياها ما يده لأنه المالنا كامل المال للتامة والمساكن والتوزيل والقطاع الحكوم مسبق فيه حسب الحاجة معين فهم ما كنت ينقالها استمارة اجتماعية يعني عرف بيه كان الشخص فقير وحسب الأكثر فقرا أي أكثر هشاشا هذا وعدل في نواف شكرا بيه حتى ونفسي وعدل في الشمالي وعدل 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 حتى في الداخل لماذا كنت لأنه فهم تنسيق كان مونسق وفهم رقابة مستمر رقابة تجلب على أن فهم اجتماعات تعدلهم مع الوزيرة في عمل الاجتماع طول اسراء مع الإدارات الجهوية ومديرين والمسؤولين ومع الإدارات الخارج الاجتماع الكابين ينقال هذا كان يعطي لعادة فهم النقص في الوقت المأسر فهم رواية واختشارة أو مكفوه براير غالي يمشي بشور خارج الحمد لله الدولة عندها مركز وفتحت عدة فروغ في الداخل وبالتالي أيضا بدأت تضع من الأساسية التي ينجح لأن نقول لك هذا كامل يمس المرأة المرأة أعطيها فضل يقبال عنها طفيل هذلك اللي متعدل عاق يقبال عنها الطفيل اللي مهما كانت مع عاق تقري عنها بطريقة الخاصة والله يقبال عنها يعني يخفف بعض وبالتالي أرى أعلنهم نعم الحمد لله بدتم ولي فهم رواية مهمة جدا عنا خالية للإعلام وفهم لمستشارة ومكلفة بالإعلام دورها لأنه أعلنك ذات تحسيس توعي ومن ضمن ذلك الحق المعلن عاد مهمة جدا باش ذلك المرأة اللي ما كانت فهم ذلك لأن نحن في الخطاب والله يتفهم الفضل ما يمعطي أي حد عنده الحق في أنه يستفاد من القروض ونوع يعرف أن الوزارة هنا أعلنها مقدمة خدمة يستهدى هو هو هنا مع طريق من أنتزوا هذه الفرصة السابقة لأننا نختمه وإن الحق ذلك الوقت قاعد ذلك المساجر لننوخ ونعقبه وكامل وإعلان لدارة مهما كان والزارة فتح لا يستطيع أن يجد من الساعة الثامن إلى الساعة الخاصة لا يمفتوح للقرض خدمة المواطن مهما كان وخاصة لك هذه المزارة عند رواية خاصة بها المستهدف مواطن من نوعية خاصة وضعية اجتماعية نعم نسوة أطفال بالعاقة هذا الشيء والله ما رضى إلى قدار بالتالي لا يجعل أحد يكون فاصل فيها وبالتالي يتقع مدور اللاذة حتى مع وزارة العمل الاجتماع فاتحة أبوابها سيد المنعام فاتحة أبوابه ونحن كمدراء فاتحة مدور يقع اللاذة وإذا هو اللي حصل منه يقول لك الحوصل وعاد اليوم ويقول حد يقعد راني ما نقول لك أنه فيه مزاك نواقص يقار بعد الحمد لله فهم يجابيات وفهمش بالعمل وعدل ونستمر إن شاء الله إن شاء الله لنرجع لك سيدة مريم وسيدة مريم طبعا لا شك علينا ذم ياسر من التحديات تواجهكم توم كلال العمل دور كي تقولي لي تعدي لي هذو التحديات اللي تواجهو نحن عندنا طبعا ياسر من التحديات منه بعد قاعد أولا علنا نحن نحاول دائما علنا نحن هذو السيدات بعلنهم بعد قاع همات يحسوا بعلنهم مهمات ويستهدوا على البلايدات اللي مستهدفتهم لأن فم ياسر من الخلق بعد قاع هو من نفسه ما هو واعي للي يطوي عدى الولادة من يقيس كله عنده تعاملية لا بدهم تحسيسهم تفاصيل لهم ويجيهم وطبعا هذا نحن الحمد لله يشكرونه صاهرين عليه هو الوزارة كيف قال المجير ذات حال والأبواب وكل شي يقال لا بد من هوناتي نحسس المواطني وبالأخص الفئات بهذه اللي ينقال من العليات علنهم من يالتهم يوعا ويعرفوا بعد قاع هما من أنفسهم ما لهم وما عليه أنا ما نعرف ما نعرف كذا ما نعرف نطرق الباب الهولاني في مصلحتي والله تسوّل أختي والله تسوّل جارتي والله تسوّل صاحبتي تقط حضر التحسيس تقط جات الوزارة تقط طرح التعاونية واستفادت تقط طرح فريزو استفادت فيه والله نفهم هذو أساسا هما معوقات نحنا ما عندنا إن شاء الله هما معوقات خلق نوع من الخجر خليلي نقول لك الخلق فيه بعض يحتاج حتى فاصل ما يقد يوقف عند باب الوزارة إذا هو لقدت لك أعلن نحن ندور نحن محسين ومن هنا تياه أعلنه هذا حقه وأعلنه يمشي يبحث عنه أعلنه يسوّل عنه واللي ما يعرف البلسان وما يذهب قاله البيضان أنت تقول الوحدة أنا أختي ليا عندي هذا الطفيل ضعيف وكذا وكذا وليا عندي حد معاوني فيه والله عندي هذا الطفيل بوه لي عنه ياسر واللي أنا أعرف منين وهو ما قد يتنجيله في المدرسة ما هو حاصي تقول لها صاحبت تقعد قط حضرت في تحسيس والله قط زارتنا والله عندها عنه نبذة والله تعرف حد عنده عنه نبذة تقول لها وهي يجيب كان الإدارة الشمارية مثلا عادت في دار النعي والله وهي يجيب كل الجنوبية اللي أعتي والله وهي يجيب كل الغربية اللي عادت هنا أتيها ذم نعم وتوعية المواطنين لمعنى أن قد يعود وخالقها ياسر من البسارة وخاصة النساء يعود يمارس عليهن العنف وعود أولادهم ما يقدوا يدخلوا المدرسة وهذا من تخيني عنهم ما ذن جهد قد تدخل ياكت إن شاء الله هذا كامل من اللي يضركات ياسر نوات عاد محلول فعلا كنا نظل وكسروا صباعنا نادرا جينا مرة شاكية مبطوطة والله ما يقول لها شي خاسر والله ما يكرود عن هالشي والله ما هي مخلية ما عندها كتاب خريقة ليشير والله شي يقير من اللي رضاكاتي تقريبا سنة والله ثنتين ذاك كامل نقضع عليه من ساعة نطلعوا التاسعة مع الصباح وين نقزوا نهاية الوقت ونحن هذه شاكية وهذه ما عندها ما هي مسجلة يشيرها وهذا له نعدر استدعاء وهذا يقتطعوا منه كذا وكذا مثلا عاد ذا منحول فيه الناس ما شاء الله عادت فاهمة ذا اللي يا الله تعدي يا قير المولي ما يا الله تهتمل يا العليات من يا الله تكم توعاو اعلنكم أنتم ماكم آلة أنتم أنتم عنصر مهم في تكوين المجتمع مين قاعة ما تنجبروا ما لا يخرق المجتمع والمجتمع ما يقدروا دلال الرجال وفطة ما يقدروا دلال العليات دائما نقولوها خلق آدمها خلق له حوال لا لأمر حكمة بارغة لا يعلمها إلا الله مثلا لن العليات ما صايب عنهم المجتمع ولا حرى لمرانين تعود وعيا ما صايب عنها المجتمع حتى من أنفسهم الرجالة وجههم العليات الرجالة الكبار العاقلين المسؤولين لفوق عدوا وجههم العليات فايتين المجتمع ما شاكنهم على الشي وهم خطيرات دكتور دكتور هو 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 الساس الساس اللي أنا شفت هو أنا أضيف فقط على أن ندرقات لكم يجسركم أنا بطريقة أخرى ومكملة بنسبة لها ندرقات لكم على العمل الروتيني اليومي لنتشاهه كيف قلت لكم من الموجه حسب الاقتصاص فبالتالي الحمد لله حصل فيه حاملة توعوية تحسيسية عط واصل الناس كامل يسهو من هذلك المذاقف ويسهو من هذلك القريب ويسهو من هذلك البعيد ويسهو ذلك الزواج الحديث ويسهو ذلك الزواج القديم معنا ويخليف النزاعات لداخل كل إدارة الجهوية وداخل إدارة الأسرة التي تعناها بحل المشاكل الزوجية الحمد لله ويأسر المشاكل ما هو لا تصورها ويقع علي تتخرص نوعيتها وتشابكها سبحان الله وتناقمها تلاخذها الله هي الأسرة اليومية التي يعانمها الشخص كشخص كربه أسرة والله كربة أسرة لكنها تخرج على النطاق حلها عاد الحمد لله يكمن ما فات الحق الجهانب القضاء والله ما فات الحق كفيت لك جهانب القضاء وهو دون نحن كإدارة الجهوية وفيك الخلايا التابعة والحمد لله عاد نعطيك مثال بسيط أنا عدنا إحصائيات الحمد لله كم حلينا من نقول لك كم حل من نزاع حليت جهانب اقتصادي واجتماعي وما أمرق ما أمرق من النور بالتالي ساعة على التماسك بالتالي ترك الحمد لله ما تصربوا ولا خسروا يقال فهموا وموضوع أخر هون قلت لكم مقبيل ونختلنا نرجع لهم شوية لأن الدول الحمد لله والمزارة حالا قادمة على الأكل نقال له تم درس الأطفال مع قبل تعليم المدرس يعني الطفولة الصغرى من الصغرى أراهي الحمد لا طلقته معا للوزيرة لأنه يتنقب 15 طفل على مستوى نوايبه ويندفع عنهم الطبقات الحجين ويندفع عنهم يقرصهم جانيا الآن حالة متباركة مع تجهيز تلك الأقسام التحضرية داخل المدار وهم اللي فيه السنة أستاذ شوه على المحاور أي تعليم الأصلي الحمد لله تخال فيه وبالتالي حتى لا هي استفادة من هذا الدعم وبالتالي متباركة نظرك نتخلص نهاية الخروج ووصول الهدف اللي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية اللي هي 100.000 طفل يالله يخشف التعليم قبل المدرسي سابق عند نهاية 2024 وبالتالي الحمد لله محول فيه بطريقة متناظرة راجعين عنه فمقضية أخرى مهمة جدا ما هي من هذا المنبار يطرح للبال ما هو أعلنها الوزارة ما ثلاثة اللي سلاك سلاك العمل الاجتماعي كيف سلاك الصحة طبعا يعني العنواء مستشاري اجتماعيين وفهم مثلا مربيات يعني عاد في النوع من الشمولية في العمل مرشدين اجتماعي والمرشد اجتماعي رأى لك دوره دور أساسي لأنك سابق فيه مرشد اجتماعي وفي الحافز ويوم وهكذا فبتال هاي الدور تكاملي هو حل كثيرية كثيرية ما قد أقولها كاملة غالبا عند مدرسات الحمد لله اشكره له تخرج خرجت لها تخرج قدر من الفئات من الدرسات وكيف قال لك مولي دورنا رجعولك سيدة ماريا مقار نختارك نجاوب على السؤال سيدة محمد بالنسبة الإكرهات والتحديات الموجودة اليوم نختارك تعددها فيما يتعلق بالجتماعي طبعا تحديات التحديات على أنه في بعض من العراقية ما زالت هو وعلى أنك أنت ما تعرف ذلي لك وذلي عليك كمواطن وخاصة لا يمسك تدقل من جالي نقال في الاجتماعي وإلى عمل الاجتماعي كما نعطيك نحن الضمان الاجتماعي فهم نوعي من الضمان الاجتماعي فهم لكنا وفهم صندوق الضمان الاجتماعي على سبيل ذلك الوزارة قابلة تتكفل مليون لإكساء لأساسا لكثرة الناس المرضى اللي لا عندك من هذه الشريحة الضعيفة أنها ينقبضها فريزان يتنقبضها فريزان تشارج فخوصا وأدوية وعاملية بالتالي هذا يا الله تحس به هذا كان يكراه بالأبس القريب وعاد اليوم يجاز بالتالي هذا هو اللي يا الله تربط بين الكراه وطريقة تحل نعطيك مثال ما قد نقول لك إن الله نعطيك الفضل ننتظره في المغرب في مجلس صحي إلينا يجلس لها قد الله على حالة معينة ويتقرر أنها مالكتوا داوة هون الوزارة تقبض عن شارج المريض ومعاه واحدة أخرى وتقبضه عن شارج المغرب ومراه فقلو وتخلصوها يتخلص يكلف الدولة كثيرا من المواطنين يا الله حسبي كان يكرهوا عاد حقا النوطة الأخيرة مهمة جدا شن هي وهي المالك ما هو كل حد فهم أنت بعد الحمد لله قط ناقشناها شن هي يعلمناك هو تعطيني تعلمني طريقة أخير وناش لا تعطيني في كل يوم من سمكة بل علمني كيف أسطاد إذن هذا هو التعدل لهم لاك للنساء عدلكم مشروع تعيشوا منه بدلا من كل من هاي هاي الفكرة رقم علنه كيف قلت لك ما هو واقف هنا لأي يقوم دارك إن شاء الله في الغريب العاجل لتأم الله أسلامه تكميلة بعض المشاريع والبرامج لأنها هي اللي على أساسها تقوم وخاصة موجد لليهات الهشم ومن ضمن لليهات الهشم اللي نقال له النساء الحمد لله والأطفاء فهم قضية أخرى مهمة جدا لإشخاصة والعاقة لالجبرو من العناية ما نذكره لك بشكل مختصر عن أنهم عطم يارهم عناية خاصة في مجال المعدات للهنية ومجال الدعم حتى المشاريع نتكلم لك عنها في جرفة للإشخاصة والعاقة يمولون لهم مشاريع من ضرراء تموي خاصة لهم ولا تنسوا لأنه ذلك العملية مال هشوفات لأنه كانت مودي فهم مساعدات لهم ما لديدوا كل إشخاص اللي عاقة مسجلين وأطعتهم عن بلديات المبلغ عشان يجب بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية هذا كان مكمل يخش فاج يخش صميم والصلب للي نقال له مجالات تدخر العمل الاجتماعي اللي من هذا المنبر نقد نقول لك لأنه اللي عنده طفل معاه لا يتلاهي لمو ولا يتلاهي خبيه ولا يتلاهي شيء لا العكس فبالتالي رأيه فهم إدارة خاصة به ولا هو عيب بل يرفع الرأس أنا مدنى الطفلي متوحد والدي كان رحمه كان معوق هذا ما يقصر شيء هذا بالتالي هذا يرافعني ما هم تكسني وبالتالي ما يالله حد يلمو ولا يالله ضدك ونفس الشيء اللي تعدد على تقايا يالله جم باشرة نفس الشيء لما رأيه عنده مشكلة في خالي رأيه لا يتحلك هذا ورأيه ماهي الشيء إذا جيت طرحت مشكلتك ونحل تخلقه بينك صلح في النزاعات الأسرية يعني لك الخجر والكسحة وحضينا منها فبالتالي هذي نقول لك كيف قلت لك العمل روطي اليومي وحتى صحاب هذو اللي عندهم المشاكل الأخرى عند فماتي ضوء أخضر وفماتي منظمات خاصة بدلنها هم هم اللي يوصلون لكيان يوصلون إذن ما نجوه عملنا تكاملي نحن هم تكاملي فعلا المجتمع المديني كامل لكن يا الله المزارة تعدلوا ما يخليطوا الحد عدلوا مزارة قادة تعدلوا ما يتاكب تعليوا بتالي بوابها ما يفتوحها في كل مجال وكل إدارة تخصص مريم سيدة مريم مدرا كان التوعية والتحسيس أنت لي في القطاع ولك سنوات فيه الحمد لله مدرا كان جانب التوعية والتحسيس قيل أنت يعلنوا وصل والله ما زال يا الله يشتغل أكثر هو وصل وما زال يشتغل أكثر باللي نحن قاعد نشتغل عليها اللي نقال التوعية والتحسيس أنه نحن نين نوصلوا الرسالة معناها أعلننا وصلنا قبضنا الناس الطريق خارط الطريق لا بد مني وخاض مع هذا الإنسان الهش والله هذا الإنسان اللي عنده مشكلة نفسية إياك يوصل الحقوق إياك يوصل الحقوق معناها أعلننا ينين تخلق التوعية خلق التحسيس معناها أن نخرق الوصول حد قبض الطريق وصلت معناها أعلننا فعلا التوعية والتحسيس هم الدور اللي تقوم بهم وزارة شون العمل الاجتماعي وقايمة عليهم وصار فعليهم ياسر من الفضة وصاهر عليهم ياسر من الناس وإذا كامل لا من أجل طبقات المجتمع كامل بالمسبة للنساء والجمهور المستهدف اللي في الريف الدرايكان واصروا التوعية والتحسيس طبعا نحن ما خارق اليوم بلاصة ما خارق بلاصة اليوم مجمولي تاني ما عندنا فيها ممثلي ما هي خالق حتى نواكشوت طبعا نواكشوت ذرت 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 إدارات والولايات الخراع عندنا فيهم إدارات واللي ما هم وداخل الولايات من أنفسهم ذماتيها منسقيات وهم مثلا على امتداد التراب الوطني اللي نقال العمل الاجتماعي ميسر على امتداد التراب الوطني والتحسيس وتحسيس المواطنين والتوعية طبعا التوعية والتحسيس هم العمل الميداني اللي نقومون نحن به من ترى دكتور كان ظهلكم على التحسيس بالنسبة لقطاعكم أنه يا الله يشتغل بشكل أكثر يوصل الجمهور المستهدف توصله رسالة ويعود يستباد من حقوقه ويعرف حقوقه ويعرف شي قد مثلا شي مقدم الوزارة من خدمات لتخفف عن أعباء الحياة والحالة زاد المادية اللي عايش والصحية نحن الحمد لله في عالم التطور عاد في عدة وسائل التحسيس من مجموعة الوزارة من الأمور الإلكترونية إلى غير ذلك ومن حتى طبعا ترفيز وراجل إلى غير ذلك فهم أيضا بعادات تحسيسية في أي شدة المجالات تمشي كل مرة دورات وميسيوهات في الداخل بالإضافة أيضا للدور التنسيقي اللي يقوم بإزام الله وخير المشكورين السلطات الدارية على مستوى الجميع الترابي الوطني المدير الجوي من جانب القانون أيضا نطروح له يتفع مباشرة للسيد الوالي وبالتالي يساد الولاة تابعينهم مع السلطات اللي عالقين مع الحكام ومع المتخاب المحلنين قايمة من الدور كانوا مكمن نزيد من هذا المنبر أن أي حد مهما كان يسوء في الداخل وفي الريف عنده مشكلة لا يستدعم أنه يقطع الطاص بسيط والله يتنقل ماذا هو المقر الإدارة الجهوية العام الاجتماعي طول إسراء داخل الولاية التي فيها لا يأتي حتى في مرواي آخرين يقالوا تأذر مؤازرة يقالوا مؤازرة الضحايا العنف عندهم عدوا محايم وعندهم خالي عادتوا عن المواطن مهما كان في مكان من رقعة من هذه الرقعة الأرضية على أنه لا يتنقل ويحسس الإدارة الجهوية العام الاجتماعي طول إسراء وبالتالية بدورها طبعا لعد ثم كلم أخير في نهاية البرنامج تفضل في نهاية البرنامج أشكركم وراجعين من هذا المنبر نوصل لكم رسالة على دور العام الاجتماعي طول إسراء كوزارة كغطاء مثلتنا جميع إداراتها الجهوية والإدارات المركزية على أنها مفتوحة بوابها للمواطن للنساء والأطفال والمواطن من طبقات الهشة سواء كان من أصحاب المرض والأشخاص بالعاقة وشكرا نعم سيدة مريم ياك ما تعدين سيتي بعد شي ما قلتي على وجه ما شاء الله تبارك الله الدكتور جزاه الله وخيرا إن شاء الله كفر مني أنا شمولية كفر مني مني ما شاء الله الحمد لله معلومات لأنه معلومات وكانت أدق من معلومات كانت تبدأ وراني بعد شاكرتكم على كل حال وتوفوا من هون من هذا من هذا المنبر قايلة للمجتمع الموريتاني كامل على أن وزارة العمل الاجتماعي على أنها ما يخاصة بالعليات فعلا تسهر على الأسرة بصفة عامة بما أن الأسرة تعتبر الأمراء هي اللي بنا ما خالق راجل عنده دار خاصة به وكننا عدنا في المجتمع ونات إياها اللي شبه مدني بارتماها في الآن ودارها في الآن وذلك يقير بعد على العموم من يالله تعود الأسرة تنقال لا للمرأة المرأة الأسرة متكونة من البو متكونة من الخو متكونة من الأولاد معناها أن وزارة العمل الاجتماعي معناها أن هالجميع مفتوحة لجميع طياف المجتمع الموريتاني اللي منه عنده مشكلة وفاتحة على جميع الأبواب والإعليات المولي من يالله يعرفوا الشيء الرسمي ينهضوا بالمجتمع شكرا جزيلا لك سيدة مريم محمد عبد الرحمن طبعا رئيسة مصلحة الترقية النسوية والأسرة والنوع بإنواكشوت الشمالية وشكرا أيضا لدكتور محمد عبد الرحيم عحمدي المدير الجاوي للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بولاية وإنواكشوت الغربية مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة برنامج هذا المساء نعود ونلتقي قدا بحول الله هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج والسلام عليكم اشتركوا في القناة الموريتانية من الداخل جولة أسبوعية تأخذكم لمختلف ربوع الوطن للإطلاع على الحياة بالداخل ونقل هموم المواطنين وتطلعاته عبر تقارير ميدانية وقصص إخبارية أسبوعية الفاغاولي الشيباني قناة الموريتانية لبرنامج من الداخل الحوض الشرقي الشاه الحميدي الموريتانية لبرنامج الموريتانية من الداخل العيون لبرنامج الموريتانية من الداخل أحمد سبتي مدينة كيفا محمد المصطفى محمد المصطفى فابو لبرنامج الموريتانية من الداخل مدينة ألاك محمد ترجمة نانسي قنقر